كما أكد الرئيس السيسي أن الاجتماع اليوم يأتي في ظرف دولي دقيق يموك بالأزمات والتحديات ويشهد تهديدا لمصدقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات والسياسات الأحادية أضف الرئيس السيسي أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز تعاون جنوب جنوب كأحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يموك بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصدقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحماية والسياسات الأحادية حيث تؤمن مصر في خدم هذا التشتت بدرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز تعاون جنوب جنوب كأحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز تعاون بين الدول النامية فضلا عن سعيها الدقوب لضعم المصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية ترجمة نانسي قنقر